موسيقى الصورة النهاردة وإحنا بنبتتح مدينة جديدة المنصورة الجديدة ويمكن في العرض اللي كان أمام السيد الرئيس العرض بإنه كيف كانت المنصورة زمان بالجمال والأحياء الراقية والأبنية الرائعة وما تحولت منه أجزاء إلى العشوائيات حتى كان تعليق السيد الرئيس بأنه هنا ما كانش فيه دولة يعني الصور تقول أنه ما فيش دولة فبالتالي الدولة انتبهت كثيرا جدا أنها تنقل إلى يبقى فيه مدن جديدة تستوعب بالناس والأهم من الاستيعاب كمان هو خلق جيل جديد بيفكر بشكل جديد نفسيته مختلفة هيطلع في مكان نظيف مكان فيه خدمات صحة مكان كمان تطلع منه بيئة سليمة وكمان نقدر نستفيد من المواطن هنا يبقى مبدعي يبقى موهوب يبقى بيضيف للبلد تعالوا نتكلم في الموضوع ده لأنه مهم جدا فاكرين لما كنا بنمشي على الدائري ونشوف الأبنية اللي هي بالطوب الأحمر وبعدين دولة تقرر أنها يعني تدهنها بالأبيض عشان يبقى حتى منظر جمالي لأنه ده بيضيف للبني آدم ويخليه يحس أكتر خلينا نعرف مزيد من تفاصيل في هذه الفقرة دكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع مساء الخير يا دكتور منوارنا مساء الله يعني النهاردة وإحنا بنشوف هذا الجمال والافتتاح لمدينة جديدة الصورة على طول بتنقلك وتخليك أنت رايح في سكة تانية أنا عايز أعرف ما هو الفرق بأنه يعني مواطن بيتربى في العشوائيات بيتربى على بقى يعني مكان غير مؤهل لأي شيء أنه يطلع منه مواهب أنه يطلع أنه حتى عيش في حياة كريمة والصورة بقى المختلفة وده بدأ في مصر مش بس في هذه المدينة احنا شفناه في الأصمرات وفي أشياء كثيرة جدا كيف انتقل الناس وانتقلت الحياة كمان شوفي الانفجار السكاني في مصر كان تم التحذير منه في التلاتينات من القرن العشرين كان بنجد انجاب كتير والمصادر قليلة فيه هجرة من الريف للمدينة يمكن أول عشوائيات كانت عزبة الصعيدة في القاهرة ثم ابتدت انتشر الظاهرة ديت ابتدى كمان الناس تسكن في مدينة الموتى في المقابر برضك سكن رخيص وصل حوالي 3 مليون عشرين في المدينة الموتى العشوائيات بقت ظاهرة مقلقة أمنيا اجتماعيا نفسيا سمعت البلد وصورتها في الخارج كان في بعض الأعلمين يرحوا لهذه المناطب ولو قدير مصر فكان فيه اهتمام بالموضوع ده خاصة ان جات ظاهرة او الموضوع الانفجارة السكاني وقالوا لازم نريد توزيع عدد السكان بدلا ما احنا على 8% نصل لـ 20% فكان مهم جدا نبتدي بالمدن كانت ابتدت يمكن مع رئيس سادات ثم بعد رئيس مبارك لكن خدت زخم في عصر إيس سيسي بصورة قوية جدا في اهتمام قوي عدد ضخم جدا من المدن بيساعد في موضوع عادة التوزيع خليها نتكلم لانه حتى المدن ونتكلم ده بصراحة المدن اللي يعني زي ما شفنا النهاردة المنصورة الجديدة يعني احنا بننظر لها انت كمان ما بقتش بتعمل مش مجرد مدينة مش شوارع حلوة وهي موجودة على طريق السحلي ولكن انت كمان بتقدم خدمات وبتقدم كل ما يحتاج إليه المواطن يعني كان في الماضي بعض المدن اللي حضرتك ذكرتها قديما بردو اللي تم انتشاء ما كانش فيها خدمات يعني كانت الناس تروح تقولك ايه ويرجعوا تاني للمدن القديم لأنه لا في خدمات ولا في مثلا مدارس ولا في جماعات ولا وظايف ولا وصائف دي أهم حاجة طبعا المدن دي فيها بردك اهتمام يعني حتى العاصمة الإدارية الجديدة فيها جماعات فتحت طبعا وأعرف ناس بيروحوا وطلبا وده بردك كيف عامك انها هتبقى حاجة جامعة الجلالة مثلا فكل ده طبعا مهم جدا انك تعيد توزيع السكان ما نبقاش في حتة واحدة وده اللي عمل ضغط رهيب في الطرق وفي الكباري وعندنا المو بقى دايما كان صعب بسبب العدد الضخم ده الإنجاب في مصر حسب الأحصارات الأخيرة لما قالوا احنا في شهرين بنخلف نقعة حوالي ربع مليون ده معناه أنا ممكن أوصل حوالي اتنين مليون ونص في السنة وده حاجة ضخمة عدد سكان لبنان ستة مليون أنا بعمله في سنتين ثلاثة عدد سكان تونس حداشر مليون بعمله في ربع خمس سنين هل ده مهما حملت من مشاريع التنمية لا يمكن هيستوعب الموضوع ده طبعا فيه ناس بتحايا بالموضوع ده بتحايا بالموضوع الانفجار السكاني وبيعتقدوا انه ده ملحقهم وازا كان فيه اقتراحات عديدة جدا للتعامل مع هذه المشكلة لان ده كمان هيخفف من ضغوط من مستوى الفقف في المجتمع طيب أنا عايزة الكلام برضو لانه أنا يهمني كده حضرتك من ناحية علم الاجتماع علم النفس الاجتماعي اشوف كده احط مواطن او اشوف جيل بيتربى في مكان عشوائي وجيل انت بتنقله في مكان تاني خالص ده حيبقى عامل ازاي ده حيفيد الدولة ازاي وده حيدر الدولة ازاي لو دفتكي بعض الافلام المصات عالجت الموضوع ده من اول حين ميصارة وعزبة الصفية وغير افلام كتير جدا تعاملت مع الوضع ده والله انا مكنتش بشوف انهم بيعالجوا انا كنت بشوف انهم بيرموا الكاميرا وخلاص بدون حل وبيكشفوا لكن مكنت فيها معالجة اعتبيها وصف للأحدث لكن احنا شفنا بعد كده بعض الحوادث الايهابية الاجهام اللي جاية بعضها زي مناطق فطبعا عملت انك انت تعملي مناطق جديدة يسكنوا فيها بتخفف من النفسية العدوانية لانك لما تحطيني في بيت ديق طبعا حبقى شخصتك عدوانية وحبقى حائد وكابه المجتمع افتكري مصاحية عادل امام شاهد ما شفش حاجة لما بيقوله انتوا سايبين بقية الشقة وعادين انت ومامتك وعيلتك ومش عايب ايه في قوضة واحدة ده طبعا تخيالي النتاج بتاع هذا النوع من الاسكان نفسيا واجتماعيا ايه العقد اللي حتبقى عندهم طبعا انت لما بتعملي حاجة جديدة بيوت صحية ما هيش بيوت يعني فيها صرف صحي فيها مياه نظيفة فيها كهرباء فيها حاجات كده جدا حيبتدي احس بالانسانية يعني انا اهم حاجة افتكر رئيسي حس بحقوقه كمواطن رئيسي ده ما بتكلم على موضوع حقوق الانسان بتكلم على موضوع الحقوق الاساسية فين حقوق السكن التعليم الصحة الخدمات كل الحاجات دي انت محتاجاها كل ما يبقى عندك انفجار سكاني ده هيبقى ليه تأثير على كل الخدمات بتاعتك هيبقى فيها ضعف فيها عدم القدرة تروحي مستشفى تلاقي طوابير تروحي عيادة تلاقي طوابير تروحي مش عارف تشتري ايه طوابير لكن كل ما يبقى الموضوع عدد سكان قليل الخدمات هتبقى أفضل وأحسن هيبقى مركز لك هيبقى عندك كمان مواطن يقدر يبدع ويساعد دولة إن الصور هنا مثلا زي ما حضرتك شايف الصور هنا بتبين حتى وإن كان في المنصورة الجديدة كنموذك لمدينة من المدن الجديدة اللي بيتم فيها أولا الإسكان مختلف يعني عندك إسكان سياحي إسكان متميز إسكان متوسط يعني كل فئات المجتمع هتعيش في مكان واحد ولكن بكرامة وده شيء لطيف وده بيوض على الناس بتقولوا أنت إسكان للأغنية فقط فطبعا التنوية ده مهم جدا لأنك إنتي محتاجة الطبقات كلها تختلط ببعضها ما قداش عزلك إنتي لوحدك في حتة والطبقات الثانية في حتة حيبقى عندنا مش مصر واحدة أكثر من مصر يعني بس هنا الأبنية كلها كله حيستعمل نفس الأماكن كله حيقدر عنده شواطئ يعني حيبقى في حالة نفسية متكملة ما بين كل من سيسكن هذه المدينة لو كان هو يعني في شقة في بيت في فيلا ولكن الناس كلها كل واحد عايش في مكان نظيف جميل التخطيط في المدن دي أفضل من المدن الأديمة يعني أغلب مدن الشرق الأوسط الأديمة بغداد دمشق القاهرة خلاص أنت وصلت لكل حاجة عملت كل حاجة فالمدن الجديدة أحدث طبعا سمارت سيتي بيبقى فيها طبعا خدمات أكتر اللي بنعمل حسابنا مثلا منطقة للأطفال يلعبوا منطقة ناس تتمشى فيها حاجات دي ما كانتش موجودة وما كانش فيه تخطيط قبل كده ما كانش لسه فيه وعي بموضوع البيئة وتلوث البيئة ما كانش فيه عندنا موضوع الانترنت صحة الناس يعني احنا كمان بنتكلم عن ومن اهتم بالصحة صحة الناس فانت لما تنقل الناس لبيئة نظيفة انت كمان بتأمن صحة الناس صبت وده هيخفف كمان الضغط على خدمات الصحية يعني الوقاية خروم العلاج يعني زي ما بيتقال يعني فطبعا كل الحاجات دي بردك بتأثر النفسية أحسن الانتماء للوطن مش شعرات انما ايضا خدمات بيئة لما لاقي بلدي جميلة انا ححب بلدي انما بلدي قبيحة قمامة هنا مش عارف ايه فوضى ناس مش مبيضة البيوت شجلها قبيح جدا ازاي هيبقى طبعا هتطلع الجزء اللي بيبقى كامن جوه بعض الشخصيات هيبقى من الصعب انك تبقي عندك الانتماء وده هيأثر على الانتماء لذلك الجمال البلد بيخليها بيعزز الانتماء فيها اكيد انا حقف عند النقطة دي انه حتى الانتماء لانه انت يعني لما الناس بتعيش في اماكن حلوة هي كمان بتبقى خايفة عليها وبتطلع احلى ما عندها خلونا ناخد فاصل ونرجع نكمل معاكم النهاردة يوم مبهج مدينة جديدة ومدينة بالتخطيط العلمي تنضم الى الخريطة المصرية فاصل قصير ونعود ونستكلم معكم انا هنا بس عايز اقول للناس انما بنيجي نعمل كدولة بيبقى فيه تصور شامل للمصار اللي احنا شغالين عليه انا ما افتكرش حد هيقدر يعمل اكتر من اللي احنا بنعمله مرة تانية الانسان اللي بيعيش في الجمال لازم يخرج منه جمال كمل كلامنا مع دفنا دكتور سعيد صادق استاذ علم الاجتماع هل فعلا الانسان اللي بيعيش مش عايز اقول جمال ما هو يعني بس الانسان اللي بيعيش يعني حضرتك فاكر برضو البيوت اللي كانت بالطوب الاحمر بين دولة حاولت انها تطليها هل ده بيأثر الناس في الاول طبعا ليقولك يعني معيش فلوس ان انا ابيضها هل ده بيفرق يعني مثلا انا بيعجبني عند حياة كريمة واخد تعليق حضرتك عليه ان مبادرة حياة كريمة بدخولها الى الريف ما بتهتمش بس بالابنية ولكن فيه توعية زي ما انت قلت بيكلموا الناس بيوعوهم عشان يأهلوا للمرحلة اللي هو هيعيش فيها من حيث الجمال انا عايز افكرك برضا عايز بحب غوي الافلام او الناسات بتكلم عن الموضوع دي انا لا اجذب لكن اتجمع احمد زاكي احمد زاكي بيحب طالبة هي عايشة في بيت في اللي صحية وهو عايش في المقابر فهي يعني زي الافلام العابي دي من الاهل اللي هم اللي بيمنعها هي اللي مش قادر تدوز كده هو طبعا بقى مصدوب ازاي فطبعا انت لما بتغيري حياتك وبتعيش حياة انسانية الناس هتقبلك وتبقى تعيشة معاك ازاي البيئة بتأثر على الانسان بقى بتأثر سلوكه تفكيره انا طالب يعني انا طالب في منطقة عشوائية وانا طالب في منطقة لطيفة وبسيطة ديني مقارنات اول حاجة طبعا مناطق العشوائية ديئة جدا فالبيت ممكن تلاقي نفسك في القوضة فيه ثلاثة اربعة معاك انتي عايزة تنامي دولبيزاكو وحد تتفقع تلفزيون واسمع ام كلسوم يعني الامراض النفسية ممكن تسبب طبعا تعمل حاجات كتير جدا عدوانية طبعا عدوانية كراهية المجتمع عدم الإحساس بأي حد تبلد اه خالص مفيش إحساس بالجمال فمفيش زوء مفيش لطافة وده وسيلة انك انت تفضلي يعني تتعايشي حاعدت خاني على كل شوية مش هاخلص فبطرة اتعايش بقى بيع شوية فحرمي كل حاجة في الشارع نعم لو انا عندي مكان حلو هخاف عليه بالضبط فطبعا ده بيعمل فرق جدا في الحالة النفسية نظرتي للحياة هل كويسة ولا لا يعني ما بسمع بعضهم ساكن في بيت في سبع اطفال او سبع افراد بيقعد يشتكي يقولي الولاد بيقولوا احنا مش عايزين نتجوز مش عايزين نشتغل احنا كارهين البلد ليه البيئة اللي انا قعدت فيها دي بيئة ما تبسطيش بالحياة ما تخليكيش عايزة تنتجي حياة جديدة او تبقي عايشة جزء منها وبيضع في الانتماء طبعا يعني الانتماء معانا انك وظيفة معاناك ساكن جويس ساكن نظيف بتمتع بمارس به هوياتي اترجع على التليفزيون ألعب بياضة اخرج اعرف في هدوء انما 24 ساعة ضوضاء انت قعدت طول وقت وجبانك لازئين في بعض طبعا وضع في بيفقدك الانسانية طب هل انا دا اقول ان المدن الجديدة دي هتنقل برضو المواطن المصري تعمله رئة جديدة يعني انا مثلا لو انا لو حضر بالمثال على المنصورة انا في المنصورة القديمة وهي جميلة برضو وفيها تجديد وتطوير ولكن وحيبقى بيني وبين الجديدة دي قطر مدة ربع ساعة هي في رئة برضو انه حتى اللي عايش فيه المكان القديم يقدر كمان هو يعني يزور ويروح يوح يتمشى على كونيش يدخل مطعم يروح مطعم يوح يتفرج على المناظر الطرق الكبيرة دي يعني احنا المفروض في العمارة في مصد يازم نوسع شوية عشان الناس تبقى عندها مسافة انك تتمشى يعني انك انك تجد من الناس الابسط حاجة المحتاجها عندك فوصة تتمشى انا عايز ان الشواء كلها تبقى واسعة بما يكفي ان الناس تعرف تتمشى تغير جوه تطلع التقصة الباية الكلام دايما جميل مع حضرتك ونتمنى دايما انه يكون عندنا يعني الجمال لازم يشع جمالته طول الوقت بشكرك جدا يعني دكتور سعيد استاذ علم الاجتماع نورتيني في التاسعة وبالتالي اليوم زي ما بدأناه يوم جميل ومبهج حقيقي يعني المنصورة الجديدة النهاردة بالبهجة اللي هي فيها تنقل كده مصر رغم ان احنا في ظروف عالمية صعبة حتى مصر عندها نفس الظروف الصعبة ولكن التخطيط والعمل بانه انا هقدر وانا هكمل مشروعاتي واقدر انقل ناسي وانعيش دايما يبقى عندنا مدن جديدة تاخدنا لقدام لانه فيه جيل لسه هيستلم المسيرة ويكمل ده كان لقاءنا معاكم في التاسعة غدا يتجدد لقاء التاسعة الزميلة العزيزة دينا عبد الكريم خير بإذن الله تصبحوا على الفخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر